الرئيس السيسي يوجه بإنشاء محور الحضارة ليكون بمثابة مدخل إضافي جديد لهضة المقتب الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة إلى البابا توادرس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد القيام المجيد سيلنسكي يدعو إلى لقاء مع بوتين لإنهاء الأزمة الأوكرانية ويحذر من أن العمليات العسكرية الروسية بداية للاستلاء على دول أخرى التسامسة في قاهرة السابع بتوقيت جرينيج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وقه رئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في إنشاء محور الحضارة والذي سيكون مدخلا إضافيا جديدا لهضبة المقتب حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولا إلى كورنيش نيل بالمعادي جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير عام مصنع إبداع للرخام والأعمال الفنية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لسيما المحاور الخاصة بالقاهرة الكبرى حيث وجه السيد الرئيس بالبدء في إنشاء محور الحضارة والذي سيكون بمثابة مدخل إضافي جديد لهضبة المقطم حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولا إلى كورنيش النيل بالمعادي كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة وتوسعة المحور القديم المؤدي إلى المقطم من طريق صلاح سالم ليصبح خمس حارات في كل اتجاه بما يساعد على ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة بشكل سالس ويتيح انتقال المواطنين على نحو يسير كما تم استعراض جهود رفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء خاصة من ويبع إلى طابة فضلا عن الموقف التنفيذي لتطوير شبكة الطرق الصعيد لسيما ما يتعلق بمحور المراغة حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة المهمة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلع أيضا على جهود استغلال وتطوير المنطقة الخاصة بمحطة المونوريل في شارع يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر بالإضافة إلى تطوير منطقة نادي الشمس والأراضي المحيطة بها إلى جانب استغلال الأراضي الفضاء الموجودة على جوانب المحاور والطرق بهدف تنفيذ الوحدات السكنية البديلة وكذا الموقف التنفيذي الخاص بمدينة السيارات العالمية كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية لا سيما مدينة الجلالة فضلا عن جهود تطوير مطار سانت كاترين ليتواكب مع التطوير الشامل للمدينة في إطار تنفيذ المشروع الروحاني والسياحي الضخم التجل الأعظم فوق أرض السلام وأشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة خاصة اللمسات النهائية الخاصة بمسجد مصر والتصميمات الهندسية والزخرفية بدار القرآن الكريم كذلك اللوحات الجدارية الخاصة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فضلا عن التنصيق الحضاري الخاص بمداخل العاصمة الإدارية لا سيما على الطريقين الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا طاودروس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة المركوسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأكد الرئيس السيسي خلال البرقية أن تزام عيد القيام المجيد مع شهر رمضان المبارك على أرض مصر مهد الرسالات السماوية هو دعوة إلى التمسك بقيم الدينية النبيلة التي تدعو إلى قوة التلاحم والترابط وتعزيز روح التضامن والتآلف والتي تتجلى دوما في أبهى صورها على الأرض هذا البلد العظيم على مر التاريخ كما أرسل الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج لتهنئتهم بالعيد متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد وننتقل الآن إلى الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لنقل قداس عيد القيام المجيد برئاسة البابة ودروس أثاني بابا الإسكندرية بيتريارك الكرازة المرقصية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أجرت السيدة انتصار السيسي اتصلا هاتفيا بسيدة دعاء الشحات والدة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إترحادة في ضمياط وأعربت السيدة انتصار السيسي خلال الاتصال أنه لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل كما أكدت السيدة انتصار السيسي لوالدة الأطباء الثلاثة أن الجميع بجانبها في مصابها وحرست السيدة انتصار السيسي على تعزية والدة الأطباء الثلاثة هاتفيا لإبلغها مواساتها الصادقة كأم قبل أي شيء وتقديم أي دعم ممكن لتخفيف عنها بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول الذكرى الأربعين لتحرير سيناء وخلال البرقية أكد رئيس مجلس النواب أن معركة النصر التي خاضتها قوتنا المسلحة الباسلة والتفاف الشعب حولها أثبتت أن شعب مصر تجمعه الشدائد وتتفجر طاقاته الكامنة بنداء الوطن إلى العمل والبذل والعطاء هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ حيث وجه المستشار عبد الرازق التحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء وتهنئة لشعب المصري العظيم بهذه المناسبة وبكل الأعياد التي تهل علينا تواكب أن أقاد هذه الجلسة مع بدايات مراجم احتفال أخواتنا في الوطن أقباط مصر بعيد القيامة غداً لأحد فباسمي وباسمكم جميعاً نتقدم لهم بالتهنئة واطم التنينيات بعيد سعيد يسعد فيه المصريون جميعاً بوحداتهم الوطنية كما يتواكب إن أقاد هذه الجلسة بذكرى احتفال مصر بذكرى تحرير سيناء الطاهرة بعد نضال عسكري مشهود ضح فيه أبطالنا من رجال القوات المسلحة في العشر من رمضان وبعد نضال سياسي وديبلوماسي فالتحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء والتهنئة للشعب المصر العظيم ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة وبكل العياد التي تهل علينا هناء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن وخلال التهنية أكد مدبولي أن هذه المناسبة ستظل دائماً تذكرنا بنصر أكتوبر المجيد الذي قدم خلاله أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداء للوطن وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة وتعهد مدبولي بمواصلة الحكومة بدل قصار جهودها من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي كما بعث مدبولي برقية تهنئة الوزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام لقوات المسلحة الفريق أول محمد داكي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء معرباً عن تمنياته لجميع رجال قوات المسلحة البواسل بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد بعث الفريق أول محمد داكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الأربعين لتحرير سيناء وخلال تهنئة أكد وزير الدفاع أن هذا اليوم المجيد من أيام الكبرياء الوطنية يمثل في وجدان كل مصري رمزاً لعظمة هذا الشعب الأصيل وقوة وصلابة أبنائه وقدرتهم على صنع المستحيل لتحقيق الأهداف والغايات القومية العولية وحماية التراب الوطنية كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي بتلك المناسبة الغالية كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وأكد وزير الداخلية أن هذه الذكرى الخالدة تحي دائما في وجدان الأجيال المتعاقبة كيف أن النضال والعمل الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة للبد والعطاء كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة جاء فيها أنه يطيب لي وهيئة الشرطة بهذه المناسبة أن نعبر لسيادتكم والمجلس الأعلى لقوات المسلحة والقادة والضباط والضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد مشيدا ببطولات التضحية والفداء لرجال قواتنا المسلحة في ساحات الشرف والكرامة والعطاء أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس السيسي الذي يكلف داوما بالعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع المهم ومواكبة أحدات التكنولوجيات المتوافرة في هذا القطاع على المستوى العالمي جاء ذلك خلال تفقده عددا من مصانع المناطق الحرة الخاصة بمدينة العشر من رمضان وخلال الجولة جدد رئيس الوزراء التأكيد على سعي كافة أجهزة وجهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم دور القطاع الخاص كشريك محوري في مختلف عمليات التنمية بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقي التهنئة لقداسة البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيام المجيد وخلال التهنئة أعرب وزير الدفاع عن خالص اعتزازه واعتزاز قوات المسلحة بمواقف البابا توضروس الوطنية وبعطاء الأخوة والأبناء الأقباط من رجال الجيش المصري وتضحيتهم للدفاع عن مقدسات الوطن وتاريخه الحضري المجيد كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا توضروس الثاني بهذه المنسبة وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا لدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات القطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار بارس كورونا تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط مائة وثلاث وثلاثين قضية بيع استوانات متجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت ألف وخمسة استوانات متجاز وضبط سلاث عشر قضية مواد بيترولية بمضبوطات بلغت سلاثة عشر ألف وخمسمائة وثلاثين لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط تسعة ألاف وخمس وثمانين قضية تمونية بمضبوطات وزنت ألفين وخمسمائة وخمسة واربعين طن ومئة وواحد وسبعين كيلو سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط ستين قضية في مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 404 طن و 878 كيلو سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 2594 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبطات بلغت 417 طن و 647 كيلو سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 13 قضية في مجال حجب مواد البناء بمضبطات بلغت 317 طن و 250 كيلو وضبط 8 قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بمضبطات بلغت 108 طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 291 111 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 43 553 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3481 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 150 سائقا منهم كما تم المرور على 135 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 647 من سائق حافلات المدارس وتبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 608 مركبة وتبين مخالفة مركبتين لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 497 سيارة و47 دراجة نارية متروكة ومتهلكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 12924 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 343 قضية ومخالفة أبرزها حيزة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا الطيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 85235 قضية في مجال سرقة الطيار الكهربائية ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64245285 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 220 قضية من بينها 122 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات 98 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمطبوطات بلغت 3100 ملازم تعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 75 خضية بقيمة مالية بلغت 76 مليون ومائة وثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانين جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1738 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليارين وثلاثمائة وخمسة وثمانين مليون وثلاثة وستين ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وخمسين ألفا وستمائة وتسعة وتسعين بنيها تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال أربعين وعشرين ساعة من ضبط ثلاثمائة واثنتين وثمانين قضية تموينية بمضبطات أكثر من تسعة وستين طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من ثلاثين طن سلع غذائية كما تم ضبط أكثر من تسعة وعشرين طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من تسعة أطنان سلع غذائية أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط ثلاثمائة وسبعين قضية من بينها ست وثمانون قضية خبز ناقص الوزن ومائة واثنتان قضية خبز غير مطابق للمواصفات يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عقد جلسته العامة لبحث عدد من مشاريع القوانين والقرارات واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من أكثر من عشرين عضوا بشأن استضاحة سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلية موسيقى استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسته العامة لبحث طلب مناقشة عامة المجلس استعرض طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سهى سعيد عبدالمنعم وأكثر من عشرين عضوا بشأن استضاحة سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة انطلاقا من إيمانه العميق بأن جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل والذي توفزه الجمهورية الجديدة في كافة ربوع المحروسة قد أعلن أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني الأمر الذي يضع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أمام واجبها الوطني تجاه الوطن وأيضا مثلما حصلت على جميع حقوقها وحرياتها في ممارسة أعمالها المنطبة بها ليه ما يتمش رقمانة الحالات نفسها يعني النهاردة يبقى فيه كارت للحالة مستحقة دعم أو مستحقين الدعم ده حتى بعد كده يخليني أشوف الحالات دي بصورة أوضح وكمان هيتتصق معي مع القانون اللي هو قانون 149 لسنة 2019 مدى 15 فقرة هي اللي حتى بيمنع التمييز وخلال الجلسة أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج على أن أموال الجمعيات الأهلية ومصادر التمويل تخضع لرقابة لجنة وطنية مشكلة من كل الجهات الرقابية والأمنية وبعد انتهاء المناقشات التي امتدت لأكثر من ساعتين وافق مجلس الشيوخ على إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حوله إلى لجنة حقوق الإنسان وتضامن الاجتماعي لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد النواب أهمية متابعة ورقابة التبرعات الموجهة للمؤسسات العمل الأهلي مشيرين إلى قيام الجمعيات الأهلية بالعمل المجتمعي الذي يخدم المواطنين كان ضروري أن احنا نعرف أكثر لأن حجم التبرعات بالذات اللي بيتم جمعها داخل مصر من خلال ترخيص جمع الأموال كان كبير ودي بتبقى أموال المصريين البسطاء يعني اللي بيقدم التبرعات دي مش الأغنياء بس ولكن المصريين البسطاء كمان بيكون فيها فلوس الزكاة خلينا نقول إن داي خلينا نبقى عايزين نعرف أكتر إيه تكلفة من الجنيه إيه قيمة المصريف الإدارية أو الأصول اللي بتشتريها المؤسسة عشان تخدم بيها على أنشطات ترنوية فسألنا الوزارة النهاردة فين دورك في مراقبة هذه الجمعيات اللي المفروض بتتلقى تبرعات لصالح المصريين تعبر عن المصريين الحاجة التانية اللي اتكلمت فيها هي المصريف الإدارية للجمعيات الأهلية إحنا طبعا شايفين إن المصريف الإدارية مش مطبقة بالطريقة المثلة فيها حاجات كتير محتاجة إن الوزارة يكون مراقبة عليها على شام تبرعات المصريين تكون لصالح المصريين ومشاهدين من جديد إلى الكاتدرائية بالعباسية وقداس عيد القيامة المجيد وينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم دعنا في أجواء الاحتفالات بعيد القيامة كل عام وأنتم بخير وكل عام وجميع المصريين بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد بالفعل الاحتفال هنا على أشده العائلات والأطفال الرجال والسيدات جاءوا بالفعل ليحتفلوا اليوم ويصلوا بسبت النور وصولا لساعة الثانية عشر مساء ليبدأ عيد القيامة المجيد وهو العيد الخاص بالتوقيت الشرقي هنا من الكاتدرائية المرقصية بالعباسية بحضور البابا توضرس بالطبع يعني تحدثنا مع المواطنين الذين جاءوا على أفضل الملابس الخاصة بالعيد وأنزاها ربما أننا تحدثنا معهم جاءوا ليصلوا في هذا العيد ليحتفلوا سويا وليحتفلوا وليصلوا من أجل مصر وليصلوا أيضا من أجل الصداقة والحب والسلام بعد خمسة وخمسين يوما من الصيام وأسبوع الألام وخميس العهد والجمعة العظيمة اليوم سبت النور وهذا النور الذي يأتي للشموع هذا النور الذي لا يحرق ربما تحدثنا أيضا مع المواطنين الذين يعني رصدوا وجود بعض الوزراء هنا في الكاتدرائية المرقصية وأيضا وجود بعض نواب مجلس الشعب الذين تواجدوا اليوم ليؤكدوا على اللحمة الوطنية وأيضا الاحتفال بالعيد ولو يؤدوا صلوات العيد عيد القيامة المجيد هو السبت سبت النور وغدا بالطبع عيد القيامة وهو يوم الأحد يبدأ من الساعة الثانية عشر مساء وأيضا الاحتفالية ليست فقط داخل الكاتدرائية ولكن أيضا من حول الكاتدرائية ترى المواطنين يرتدون هذه ربما ملابس العيد وأيضا الابتسامات التي رسمت على وجوههم خصوصا أنها المرة الأولى بعد الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا يأتون اليوم بوجود كل هذه الأعداد بجانب بعضهم البعض وأيضا وسط عائلاتهم ليحتفلوا داخل الكاتدرائية نعم أشكرك جزيلا على الهواء مباشرة من مقار الكاتدرائية المرقصية بالعباسية كاريم بيبرس احتفلت الكنيسة الإنجلية بعيد القيامة المجيد بمشاركة عدد من المحافظين والوزراء والسفراء والشخصيات العامة وجاءت احتفالات الكنيسة وسط أجواء يسودها الترابط والتلاحم الوطني سلام لكم ليست رسالة تقف عند الكلام ولكنها تمتد إلى دور جديد بناء السلام في المجتمع بناء السلام داخل الأسرة تغيير ظروف الناس تقديم المحبة للناس العمل بشكل مؤثر في خدمة الجميع مواجهة خطاب الكراهية مواجهة خطاب رفض الآخر الدعوة إلى التلاحم والعيش المشترك هذه كلها رسالة سلام سمات الشعب المصري شبات الشعب المصري أن كلنا فطن واحد وبيحتوينا ما فيش إقصاء ولا إبعاد ولا أني أتعامل مع الآخر معاملة لا تليق لا نحن هنا تعودنا كمصريين أننا نكون جميعا مع بعض قلوبنا على بعض سنوات الأزمات اللي عشناها خلتنا تعرف أننا في رباط إلى يوم الدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي له فكرة رائع وفكرة عظيم وفكرة راقي أتمنى من شعبنا يحطوا إيدينا في إيدينا بعض في تقدم البلد الحقيقة في عيد القيامة يعني بتمنى وصلي لأجل كل مصرنا الحبيبة وبلدنا الجميلة مصر بكل أطيافها أننا نستمتع بالقيامة لا سيما أننا كمان في ظل رمضان في هذه الأيام كمان إحنا بنشترك في الأعياد مع بعض وبنستمتع بعمل إلهنا العظيم اللي بيوحدنا حتى في الأعياد وفي المناسبات الجميلة فكل سنة وحضراتكم طيبين دع رئيس الأوكرانية فولودمير زيلانسكي إلى لقاء مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء العملية العسكرية في بلاده وخلال كلمتي ردا على التصريحات جنرال روسي بشأن رقبة موسكو السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل حذر زيلانسكي من أن العملية العسكرية الروسية لبلاده مجرد بداية وأن موسكو لديها خطط للاستلاء على دول أخرى من جنبه التهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أوليكساندر موتسيانيك روسيا باستعدادها لتنظيم استفتاء في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها بهدف ضمها دعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أربعين دولة حليفة إلى اجتماع في ألمانيا الأسبوع المقبل لمناقشة الاحتياجات الأمنية طويلة المدى لأوكرانيا وأوضح المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن الاجتماع يهدف إلى إجراء مشاورات لبحث السبل التي يمكن لشركاء أوكرانيا من خلالها المساهمة في تعزيز قواتها العسكرية بعد الانتهاء من الحرب يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد تقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يسود تقس ماء للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بأخبار التقس وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التسعة ويتبقى التذكير بالعنوين الرئيس السيسي يواجه بعنشاء محور الحضارة ليكون بمتابة مدخل إضافي جديد لهضبة المقطمة الرئيس السيسي يبعثه ببرقية تهنئة إلى البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبتريال كرادة المرقوسية بمناسبة لاحتفال بعيد قيامة المجيد زيلانسكي يدعو إلى لقاء مع بوتين لإنهاء الأزمة الأوكرانية ويحذر من أن العمليات العسكرية الروسية بداية للاستلاء على دول أخرى وصلنا إلى نهاية نشرة التسعة ولكن التسعة ما زالت متواصلة معنا ومعكم ويوسف الحسين أهلا بك يوسف أهلا بك يوسف أهلا بك يوسف كل سنة وكلنا طيبين النهاردة بمناسبة رمضان مما لا شك فيه وإقبالنا على عيد الفطر وطبعا عيد القيامة المجيد كل سنة وكلنا طيبين يا رب يا رب استأذنكم بقى نبدأ فقراتنا ونتوكل على الله